سلام عليكم ازيكم شباب اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا راب السنة دي في معرض سي اس الفين اتنين وعشرين للتكنولوجيا اعلنت عن اول مفاجآتها وهو الشاشة الاولد مقسل لاتنين واربعين بوصة بالاضافة الحجم كبير وهيكون حجم عملاق جدا وهو السبعة وتسعين بوصة وبكده تستمر في ريادتها في مجال شاشات وتكون اول شركة تقدم المقسلين دول في الشاشات زي ما كانت اول شركة تقدم تكنولوجيا عموما وتبيع بتاعت لشركات كتير منها سوني وباناسونيك وغيرها من الشركات بالاضافة لانها السنة اللي فاتت برضو كانت اول شركة تقدم شاشة اولد بدقة وكان اسمه السنة اللي فاتت السنة دي هيكون اسم الموديل الجديد بتاع هو كمان السنة دي بتقدم شاشتين جداد اول مرة نشوفه من الشاشة الاولانية اسمها واللي بيميز الشاشة دي انها هتكون على حامل او متحرك تقدر تتحرك بها في اي مكان انت عايزه والشاشة دي هيكون مقسها سبعة وعشرين بوصة او يعني بتشتغل باللمس ولكن متوقع انها تكون شاشة مش قولد لان ما بتصنعها شاشة قولد مقس سبعة وعشرين بوصة وتقدر انك تحركها على بتاعها ده في كل الاتجاهات يمين شمال فوق تحت او لو عايز تخليها في لانها في كل الاحوال بتشتغل بالبطارية والبطارية بتاعتها بتكفي المدة تلات ساعات وتقدر انك تشحنها تاني بعد كده فهي اكيد برضو فكرة جديدة ومجنونة وهتلاقي الناس اللي تحبها الشاشة التانية اسمها والشاشة دي شاشة تصممها غريب جدا من شكلها زي ما انت شايف كده بتتسند على الحيطة يعني ملهاش او ملهاش حامل الشاشة مجرد انك بس بتركنها على الحيطة كده وتقدر انك تغطيها او تدريها على طريق انك بتحرك بتاعها ده الكفر ده بيكون مصنوع من اقمشة شيك جدا وشكلها الوانها حلوة جدا فبتقدر انك تحرك ده لو عايز تخلي الشاشة مختفية او مش باينة قدامك فبتقفل او لو انت عايز مسلا تشغلها بس فبتفتح جزء واحد من الشاشة جزء الرفايع دوت عشان لو انت عايز تشغل اغاني او مزيكة بس ولكن كانت في المعرض دوت مهتمة اكدر وبتطوير زي مسلا نظام تشغيل اللي السنة دي بقى اسمه او اصدار اتنين وعشرين واللي مش عارف اخر اصدار من فكان السنة اللي فاتت اصدار ستة اخر حاجة وكان متوقع طبعا ان السنة دي يكون اسمه او اصدار سبعة ولكن اللي حصل ان السنة دي غيرت المسمى خالص وخلته اتنين وعشرين على طول علشان يكون بس مشابه لسنة الاصدار. ومن اهم مميزات اتنين وعشرين السنة دي انك بقى عندك امكانية انك تعمل او ملف تعريف الكل المستخدم بيستخدم الشاشة وتقدر تعمل لحد بست ملفات او مختلفين وكل ملف منهم هيكون في التفضيلات بتاعة البرامج بتاعتك والحاجات اللي انت بتحب تتفرج عليها بشكل مفاصل عن الملف التاني وهي طبعا فكرة حلوة جدا لان نزام او الترشيحات اللي بيبقى شغال بالزكاء الصناعي بيبتدي يعرض الحاجات اللي بيشوف المستخدم ان هو بيستخدمها كتير فانت لما بتبقى بتستخدم الشاشة مع كزا حد في البيت هتلاقي مسلا انك تاعت بتتفرج علي حاجات اخوك بيحبها او حاجات مسلا باباك بيحبها فيعني اكيد فكرة ان يكون في ملف شخصي لكل مستخدم دي هتكون فكرة كويسة جدا عشان تكون فيها خصية اكتر والتاني ميزة في اتنين وعشرين واللي باعتبارها هتبقى تفرج السنة دي وهتميز عن الشات كتير وهي خاصية يعني بمعنى تاني دلوقتي بقى عندك امكانية انك توصل اكتر من شاشة مع بعض عن طريق الواي فاي بحس انك انت لو عندك مسلا موصله على شاشة وبتتفرج على حاجة معينة او بتفرج على فيلم ومعين في القودة اللي انت فيها محبيت انك تنقل اعدتك مسلا او القودة تانية فتقدر انك تخلي الشاشة التانية تعرض نفس المحتوى اللي بتعرضه الشاشة الاولانية فطبعا هي ميزة حلوة جدا ولكن مش هتكون متوفرة غير على الشات موديل الفين اتنين وعشرين فمش تقدر انك تستخدمها مع اي الشات اقدم من كده. وتالت حاجة مميزة في اتنين وعشرين الساعة دي هتكون خاصية وخاصية دي هيكون فيها حاجتين اول حاجة هي او استخدام الاوامر الصوتية مع الشاشة بدون الريموت كنترول وهي ميزة كانت موجودة في اكتر من الشاشة قبل كده ولكن السنة دي هنشوفها في الشات ال جي. وتاني حاجة في هتكون مشابه شوية للموجود في الشات سامسون علشان يدي لمسة جمالية للمكان او يدي يعني لمسة للمكان ما تبقاش مجرد مساحة سعودة متعلقة على الحقيقة وخلاص. برضو من الحاجات الجديدة في اتنين وعشرين السانية دي انهم اضافوا تطبيق او تطبيق اللي اقل بدنية عشان لو انت عايز تعمل اي تمرينات في البيت فتلاقي عندك او تطبيق تجيب منه تمرينات كتير او لو انت مسلا موصل كاميرا على الشاشة فالكاميرا دي بتبتدي تبع حركتك وتعرفك سكنت بتعمل التمرين ده صح ولا غلط? وزا حابب انك توصل تليفونك بالشاشة فلسه فيه الخاصية بتاعة اللي كانت موجودة في بتاع السنة اللي فاتت مازالت موجودة معنا السنة دي وهي خاصية برضو ممتازة جدا عشان تسهل عليك توصيل التليفون بالشاشة فمنجرد انك تخلي التليفون يلمس فبتلاقي الشاشة اتصلت بالتليفون بشكل اسرح. وطبعا كل تكمل هالده من التكنولوجيا كان ينزمه معالج قوي علشان كده طوارد السنة دي من المعالج الاستخداماته السنة اللي فاتت وهو معالج والسنة دي بقى اسمه او الجيل الخامس من معالجات واللي اهم التطور فيه هيكون على مستوى للمحتوى لدقة واقل من تحديدا والجي بتقول انها السنة دي يقللت الخطوات اللي بتستخدمها بتكبير المحتوى لدقة واقل من وبالتالي هتكون نتيجة جودة الصورة بتاعته احسن بمعنى انك تلاقي قلي شوية او ان الصورة بقت النقاء بتاعها احسن حتى لو كانت دقتها اقل من كمان طورو من خاصية اللي كانت موجودة قبل كده والسنة دي بقى اسمها بمعنى ان هي بقت بتقسم الشاشة الخمس تلاف بلوك وبتبتدي بكل بلوك بشكل منفصل تعمل عملية تحليل لبيانات الصورة وتشوف اماكن الزلال واماكن النور وتبتدي ان هي توضح التفاصيل فيهم اكتر لو ما كانت شواضح. وكمان خاصية بقيت قدرتها اعلى على انها تميز من تبتدي ان هي تدي لك عمكة اكبر للصورة اللي انت بتتفرج عليها. فدي كانت اهم التطويرات اللي حصلت على مستوى نظام التشغيل والمعالج. دلوقتي تعالى نتكلم على او خط انتاج الجديد بتاع الشات السنة دي بس الاول يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة وما تفتكش اي فيديوهات جديدة. وشتات سنة دي هيكون في منها خمس موديلات هما ده هيكون بدقة بالاضافة دول هيكون اربع موديلات بدقة بالنسبة للموديل السي تو فالجديد في الموديل ده السنة دي انه بيجي اللي كانت بتستخدمها في الفئة الاعلى من ششاتها فيها الجاليري السنة اللي فاتت واللي كان بيميز دي ان شدة سطوع الاضاءة فيها كانت اقوى من ولكن لسه لما نشوف الشات دي فعلا ونبتدي نجربها هنعرف هل ازا كانت هتكون شدة الاضاءة بتاعتها اقوى من ولا لا. اما على مستوى التصميم الخارجي فالسي تو السنة دي هيكونوا ببيزل ارفع من السنة اللي فاتت يعني هتلاقي الحواف الخارجية للشاشة بيت ارفع من السنة اللي فاتت زي مسلا المقاسة الخمسة وخمسين بوصة هيبقى في حوالي ستة ميلي تقريبا بعد ما كانت عشرة ميلي كمان هنلاحز ان شكل تغير السنة دي في موديل السي تو وحجمه بقى اصغر شوية ولكن بتاع مقاسة لاتنين واربعين بوصة تحديدا اللي هيكون شكله مختلف هيجي على شكل الرجلتين التقليديين عشان الشاشة تكون عالية شوية عن المكتب علشان تقدر تحط قدامها الكيبورد او اي حاجة. بالاضافة كمان لأنهم غيروا من الخامات اللي بيستخدموها في صناعة البانل وفي صناعة الشاشة بشكل عام السنة دي علشان يعملوا الشاشات وزنها اخف من قبل كده لدرجة مسلا المقاسة الخمسة وستلين بوصة بتاع السنة اللي فاتت كان وزنه حوالي اتنين وتلاتين كيلو جرام فالسنة دي مقاسة الخمسة وستين بوصة وزنها بقى تمنتشر كيلو جرام يعني وزنها قل حوالي خمسة واربعين في المية والموضوع ده مهمة قوي مع الشاشات اللي حجمها اكبر من كده زي مقاس السبعة وسبعين او التلاتة وتمانين او المقاسة اللي عمله بتاع السنة دي السبعة وتسعين بوصة لان كان بيبقى تعليق الشاشة صعب جدا وهي وزنها تقيل بالشكل در. والسيتو هتكون متوفرة بالمقاس الجديد اول المرة تعلن عنه السنة دي اللي اتنين واربعين بوصة واللي بعتبره هيكون مقاس مميز جدا بالنسبة للناس اللي عايزة تشتغل الشاشة دي كمونيتور للكمبيوتر او لو انت عندك مسلا قضي اتنو عايز تحط فيها شاشة صغيرة وصورتها حلوة فدي هتكون شاشة ممتازة جدا دي هتكون احسن شاشة اتنين واربعين بوصة السنة دي في السوق لانها هتكون هي دي الشاشة الوحيدة اللي فيها كل خواص المهمة ومقاس اتنين واربعين بوصة زي ان هي هتكون بتدعم او وطبعا مع معدل تحديد او وكمان مازالت على عهدها بان الشاشة هتكون باربع مداخل بالمناسبة كمان الجديد السنة دي في مداخل في موديلات كلها هتكون الكامل التمانية واربعين جيجابيت برساكند مش اربعين جيجابيت برساكند زي السنة اللي فاتت وعموما هي حاجة مش هتفرق معك قوي لو انت بتلعب لان البلاي يعتبر اخره اتنين وتلاتين جيجابيت برساكند في البندويت بتاعه كمان اخره حوالي اربعين جيجابيت برساكند ولكن هي تفرق معك في حالة واحدة بس ان انت هيكون عندك جهاز عنده قدرة على انه يطلع اشارة الصورة بصرعة مية وعشرين في الثانية اتنشر بيت فورت 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 فورك روما زي كروت الشاشة بتاعت انبيديا وطبعا الشاشة تكون متوفرة ببقية الميسات زي التمانية واربعين والخمسة وخمسين والخمسة وستين والسبعين والتلاتة والتمانين بوصر اما فئة او موديل اللي اعتبر او الفئة الاعلى من هيكون متوفر بالبانل الجديدة اول مرة تستخدمها السنة دي وهي اختصارا لكلمة والبانل دي هتكون شدة السطوع بتاع الاضاءة فيها اقوى تلاتين في المية من شدة سطوع اضاءة اللي كانت بتستخدمها في موديل السنة اللي فاتت واللي كانت اصلا اقوى من الموديل بتاع حوالي خمسة او عشرة في المية والسبب في ان دي هتكون قوة اضاءتها اقوى تلاتين في المية من ان فيها تلات موائزات مش موجودين في اول حاجة ان هي بتستخدم مادة بدل من في المكونات بتاعت المادة البعيثة للضوء نفسها وتاني حاجة ان هيكون فيه زي او مخصص لانه يعمل ادارة دي او يعني يبتدي ان هو يسيطر عليها ويعني يزبط والالوان بتاعتها هتكون يعني حاجة مشابه شوية للتكنولوجي اللي سوني بتستخدمها في الشاشات بتاعتها. وتالت حاجة هي خاصية ده هيكون عبارة عن موجود في الشاشة علشان يبتدي يقلل من الحرارة بتاعت نفسها علشان يخليها تقدر توصل لقوة اضاءة اعلى من غير ما اثر على العمراء الافتراضي. وكمان دي وظيفتها غير ان هي بتقلل الحرارة ان هي بتقلل على الشاشة يعني زي ما انت شايف في الصورة اللي قدامك دلوقتي دي الشاشة اللي على الشمال فيها والعلمين ما فيهاش فاللي على الشمال اللي فيها هتلاقي ان الصورة بتختفي بسرعة من على الشاشة ما بتقعدش شوية عليها زي الشاشات اللي ما فيهاش وده بالتالي هيخلي عمر الشاشة الافتراضي اطول ويحميها من خطر او احتراق اما بالنسبة للمقاسات المتوفرة من جديده فتكون من اول الخمسة وخمسين بوصة لحد المقاسة العملاق السبعة وتسعين بوصة ولكن لسه ما فيش كلام على اسعار للشاشات دي دلوقتي لان لسه ما اعلنتش الاسعار بشكل رسمي وكمان المعرض بتاع مش بيقولوا فيه اي اسعار اما على مستوى التصميم الخارجي فطبعا فئة او الحامل التقليدي اللي بيكون رجلتين وبتيجي بالحامل بتاع الحائط فقط ولكن لو انت حابب تشتري بعد كده الرجلتين ده بشكل منفاصل تقدر تشتري او ممكن تشتري بتاع الجاليري اللي شاترشيك جدا وبيخلي الشاشة متعلقة على بلمسة دي كورية جميلة لكنها لوحة زيتية متعلقة على حامل اللوحات. اما بالنسبة لبقية موديلات السنة دي فهيكون فيه موديل اللي بيعتبر فيها اقل من لانه بيجي بمعالج المعالج ده بيكون اقل شوية في الامكانيات وبشكل عام بتكون الشاشة فيها مواصفات اقل بكتير من والموديل التاني هيكون هو موديل والموديل ده بيعتبر برضو من الموديلات الكويسة جدا للناس اللي مش مهتمة بالجيمز واكتر مشاهداتها افلام وبرامج انه بيجي بمعدل تحديد او ستين هرتز وبمدخل مفيوش اي مميزات خالص غير او فتقدر برضو انك تستخدمها مع ولكن هتلعب عليها بدقة بسرعة ستين فريم في الثانية بس مش مية وعشرين فريم. بالتأكيد لسه في اخبار تخص الشاشات او الشاشات او ولكن لسه معلنتش بشكل رسمي المواصفات بتاعت الشاشات دي هتكون عاملة ازاي بالزبط ولزلك متنساش تشترك في القناة لو مش تركتش علشان ان شاء الله اول ما اعرف بقيت المواصفات بالزبط وعمل عنها فيديو مايفوتكش الفيديوهات الجديدة دلوقتي تقدر تتفرج على الشاشات الجديدة من الفيديو اللي هيزهر لك هنا او تتعرف على احسن عشر شاشات كانوا موجودين في الفين واحد وعشرين من الفيديو اللي هيزهر لك هنا وفي النهاية ما تنساش اللايك والسابسكرابيب والشير ونتقبل فيديو جديد ان شاء الله سلام